اعتماد نظام التفويج والعمل بالتناوب في التدريس خلال الموسم الحالي والتغيير الدوري لجداول التوقيت جعل العديد من الأساتذة وحتى الأولياء يطالبون بإعادة النظر في هذا النظام والعودة لطريقة التدريس العادية الأساتذة يعملون بحجم ساعي بكثيف جدا من 8 حصص في اليوم 9 حصص هناك من 10 حصص في اليوم فهذا النظام أثقال كاهلهم بعضهم لجاء العطل المرضية بعضهم لجاء الغياب وهذا طبعا يأثر كثيرا على الأساتذة مطلب العودة لنظام التدريس العادي جاء بناء على تقارير من مؤسسات تربوية تفيد بلجوء العديد من الأساتذة للعطل المرضية وحتى غيابات متكررة وهذا بعد الضغط الكبير الذي بات يلاحقهم طوال أيام الأسبوع الأساتذة تعبوا بعد شهرين الآن من هذا الضغط الكبير ولذلك نحن نطالب بأن نعود إلى النظام القديم مع قدوم اللقاح مختصون ومهتمون بالشأن التربوي يطالبون وزارة التربية بضرورة التدخل لإيجاد حل للوضع خصوصا مع التراجع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا وقرب انطلاق حملة التلقيح ضد الوباء اشتركوا في القناة